السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة hello everyone welcome to my channel hopefully everyone is doing well my recipe for today is shrimp with tomato sauce الوصفة اليوم جنباري بالصلصة بصلصة الطماطم crevette بلصص طماط وصفة سهلة وبسيطة للتحضير ونحتاجوا لهذا الوصفة الجنباري الكريفات التوم مغرفة العسل طماطيش تعل حبة زوج حبات مسكرفجين فلفل عكريم ملح فلفل كحل والرند زوج مغارف طماطيش تعل باطا ومغرفة مكلة على الزبدة I need for this recipe shrimp, olive oil, 3 tomatoes, paprika, salt, pepper, tomato paste, honey, garlic and butter أولا في مقلاة ولا قدرة صغيرة نحط زوج ملحق أكل من زيت الزيتون in a large pan or a pot put 3 tablespoons of olive oil or any oil you prefer add 1 tablespoon of butter زيدي مغرفة أكل الزبدة بالنسبة للطماطم تستعمل زوج حبات أو 3 حبات ونبدأ ونقله ولا نقله في الكريفات أو الجنباري then start to fry your shrimp for 5 minute لمدة 5 دقائق بعد ما نقله الكريفات أو الجنباري نحوه ونحطوه على جانب fry about 5 minutes your shrimp then keep it to cool aside وفي نفس المقلة أو القدرة نحطو نزيدو مغرفة عزيت الزيتون ونحطو الثوم ونقليوها in the same pot add 1 tablespoon of olive oil then put to fry your garlic about 5 or 4 cloves of garlic grated garlic حطي 5 أو 4 سنينة تتاع التوم مسكرفجين وقليهم شوية أضيفي حوالي 3 حبات من الطماطم المبشورة زيدي 3 حبات طماطيج مسكرفجة add 3 tomatoes grated tomatoes ثم نحطو زوج ملاعق أكل من الطماطم المصبرة نزيدو زوج مغرفة مكلة تعطوه مطيجة الباطا then add 2 tablespoons of tomato paste you can use 2 or 3 tomatoes خلطي stir after 5 minutes add 1 teaspoon of paprika salt black pepper and pie leaves بعد خمس دقايق زيدي مغرفة صغيرة تعفف العكري فلفل أحمر فلفل أسود والملح وورق الغار الرند والآن نضيفو ملعقة صغيرة من العسل كنخدمو سلسة الطماطم لابد أن نزيدو ملعقة صغيرة تع السكر أو العسل ولا سكرفجي قطعة صغيرة من الجزر زرودية ونزيدو كنس من الماء اد 1 cup of water نخلو الصوص تغلي شوية ثم نزيدو الجنبري والكروفات ونخليهم يطيبوا شوية لمدة خمس دقيق دعوة التزميل في 5 مرات ثم اضع الشريم دعوة التزميل في 5 مرات عندما تطلبها تستطيع تزميل بعض الأمور هذه هي الوصفة على اليوم شريم وطماتو هذه هي الوصفة على اليوم جنبري بسلسة الطماطم بطريقة سهلة وبسيطة وكن قدموها نزينوها بشوية الزحتر نتمنى الوصفة على اليوم تكون عجبتكم ونشكركم على المشاهدة ربما تفضلت على المشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر